الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستاعين اهدنا الصراط والمستقيم الصراط والذين ألعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستاخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لما تأتينا بالملائكة كنا من الصادقين ما ننزل ملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شياع الأولين وما يأتيه من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه عرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والعرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها ما عيش ومن لستم له برازقين وإن من شيء لا عندنا خزائن هو ما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقه فعنزلنا من السماء ما أنفاسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحي ونميت ونحن وارثون ولقد علمنا المستقدمين منك ولقد علمنا المساخرين وإن ربك هو يحشره منه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حماء مسنون والجن خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق مشرا من صلصال من حماء مسنون فإذا سويته ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أباء يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لي أسجد لبشر خلقته من صلصال من حماء مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال ربي فعنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتباك من الغابين وإن جهنم لمعيدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء ما قصوم إن المتقين في جنات وعيون ودخلوها بسلام آمنين ونزان ما في صدور من غل إخوان على سرور متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابه هو العذاب الأليم ونبئه معهم ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال بشرتموني على أمسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه للضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوه مجمعين إلا مراته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتب أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يسبشرون قال إن هؤلاء الضيف فلا تفتحون واتقوا الله ولا تغزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بنات إن كنوا فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك الآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك الآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة للظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وأتيناهم آياتنا فكانوا عنها موردين وكانوا يحطون من الجبال بيوتنا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فما خلقنا السماوات والأرض ما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فأصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد أتيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا للمقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنك فيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله لا آخر فصوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وأعبد ربك حتى يأتيك ليقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستاعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين العمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل ملاك بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا نفتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيب مبين والأنعم خلقها لكم فيها دفء ومنافع منها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغه إلا بالشق الأنفس إن ربكم لروف الرحيم والخيل والبغاد والحمير اللي تركبوها وزينا ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله يقص السبيل ومنها جائر ولو شاء ألا هداكم أجمعين هو الذي ينزل من السماء ما ألكم منه الشراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبض لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك يتلقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم السخرات بأمره إن في ذلك يتلقوم يعقلون وماذا رأى لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك يتلقوم يتذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكل منه لحم طريا وتستخرج منه حلية تلبسونها وترى الفركة مواخرة فيه ولتبتغوا من فضلي ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تبيد بكم أنهارا وسبولا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق فلا تذكرون وإن تعدوا نيمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحيا وما يشعرون أيانا يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيلهم هذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخرى عليهم والسقف من فوقهم وأداهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول هين الشركائي الذين كنتم دشاقون فيهم قال الذين أوطوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم والملائكة الظالمين فالقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلا إن الله عليهم بما كنا نعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربهم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنا ولا دار الآخرة خير ولا نعم دار المتقين جنات عني يدخلونها تجري من تحته لنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ويأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا حاق بهم ما كانوا به يستحزئون الله أكبر سميع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أول لكات كبس حدية الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لكم الدين إياك نعبد وإياك نستاعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال الذين أشركوا لو شاء اللهم عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسول إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل يمة الرسول نعبد الله واجرب الطاغود فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في العرفة انظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرس على هداء فإن الله لا يهدي من يضلل وما لهم من ناصرين وعقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلا وعدنا عليه حقا في التوراة بلا وعدنا على الحق ولكن أكثر الناس لعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه ولعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا للشين إذا أردناه أن نقول له كون فيكون والذين حاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوي أنهم في الدنيا حسنا ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفآ من الذين مكروا السيئة يخصف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم فيهم تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم لا تخوفهم فإن ربكم نروف الرحيم أفآ من الذين مكروا السيئة يخصف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشمرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم نروف الرحيم ولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلال يعني اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستقرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون الله أكبر الله أكبر وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإيايا فرهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإله تجعرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم من ربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لا تسألوا النعم ما كنتم تفثرون ويجعلون لله البلاد سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأوثى ظل وجهه مصودا وهو قضيب يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أن يمسكوا علىهن أم يدسه في الطراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤخذوا الله الناس بظلبهم ما ترق عليها من دابة ولكن يؤخرهم لا أجل مسمى فإذا جاء أجالهم لا يساخرون ساعة ولا يستخدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله الله قد رسلنا إلى أمام من قبلك فسيّلهم شيطوا أعمال فهو ولي بليم والعذاب أليم وما أنزل عليك الكتاب إلا تبينهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة اللي قوم يؤمنون والله أنزل من السماء ما أنفى حيابه الأرض بعد موتها إن في ذلك لذلك اللي قوم يسمعون وإن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبن خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورسخا حسرا إن في ذلك لذلك اللي قوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحلية لتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن معرشون ثم كلي من كل ثمرات فسلوكي سبول ربك ظللا يخرج من بطونها شراب مختلفا ألوالا فيه شفاء للناس إن في ذلك اللي قوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم يردوا إلى أرض للعمر اللي كي لا يعلم بعد علمي شيئا إن الله عليم قدير سميع الله لمن حمده الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لكوم الدين إياك نعبد وإياك نستاعين إهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين العمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكة إيمانهم فهم فيه سوا أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفرة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل منون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دور الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات ولا يستطيعون فلا تضربون الله الأمثال إن الله يعلم أنه لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه من نارسا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لاعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولا أينما يوجه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السماء ولا بصار والأفداء لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لا يدل لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكلا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق الضلالا وجعل لكم من الجبال أكنان وجعل لكم سرابي لتقيكم الحر وسرابي لتقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحانه ورحمة الله سبحانه ورحمة الله سبحانه ورحمة الله سبحانه ورحمة الله إهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين لعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويوم نبعث من كل يومة شهيدا ثم لا يؤذن الذين كفر ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفوا عنهم ولا هم يضرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاء الذين كنا نضع من دورك فألقوا إليهم والقول إنهم لكاذبون وألقوا إلى الله وميذين السلام وظل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب ما كانوا يصدفون ويوم نبعث في كل يومة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وإنهاء الفحشاء والمنكر والبغي إذكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلة إن الله على ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة تتخذون أيمان دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربع من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيادة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألوا عن ما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم تخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بأحد الله ثمنا قليلا إنما عند الله وخير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنزي أن الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنوثا وهو مؤمن فلنحي أنه حياة طيبة ولنزي أنه أجر بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشرقون وإذا بدلنا آية ما كان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا هدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إله أعجميه وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا إمنون بآيات الله لهده هم الله ولهما ذاب أليم إنما يفتر الكذب الذين لا إمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه لا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعلم غضب من الله ولهما ذاب أظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وإن الله لهذه القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعه وبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فطنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ومن دينيك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين العمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كدوا مياه وتعبدون إنما حرم عليكم الميتد والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولو مذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناه ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأسلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صلاة مستقيم وآتيناه في الدنيا حسلا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين إنما جعل الصبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القياد فيما كانوا فيه يختلفون ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم المهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له أخير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكون في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله